بسم الله الرحمن الرحيم وأو صلي وأو سلم ألي بالكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مطبخ ابو ساجد عن نبي اليوم أجد لكم وصفة جديدة وهي واحدة بسكوية بسم الله ما شاء الله بسكوية الحلزوني كما نعرف كل وصفة فيها مقادير فيها كيفية التحضير رح نرى بعضنا كيفية التحضير والمقادير رح نرى يلا رح نرى يلا رح نرى هنا في طاوة العمل كما رأيكم تروني عندي ملعقة صغيرة من الفاني وعندي تقريب نصف كاس سكر ناعم عندي رشة ملح عندي ملعقة ونصف كاكاو أكحل وعندي إستمالعق زيت عندي مية خمسة عشر غرام زبدة مارغارين تكون ترية وعندي نصف ملعقة صغيرة من خلف الحلويات وعندي بيضة وعندي كثيرين نذهب هنا في رسيبيان نجيب العلبة للزبدة نقسمها عن نصف نأخذ منها مية وخمسة عشر غرام ونترك في العلبة مية وخمسة عشر غرام وتكون الزبدة تكون ترية بدرجة الحارات للغرفة نجيب هنا هذا الصكر الذي قلت تقريب نصف كاس ما هو نصف كاس ربوع كاس زيت شوية فقط لاني حبيت نقص الصكر هنا ونغرب له في الصفاية بيدي ونعاود نحرك بسفاتيل أو بالفوي لان الزبدة دايبة والصكر ومصحوق نعم ندخل هذا الصكر في الزبدة ونحرك جيدا حتى تصبح كريمة قليلا نضيف لها 6 ملعق من الزيت كما راكم ترون كما راكم ترون ونضيف بيضة بيضة كاملة بيضة تحلت فقط لا يوجد بيضة ترى بيضة تحلت وعندي رشة ملح هذا ونعاود نحرك جيدا كما راكم ترون حتى تتمازج كل المكونات مع بعض وتصبح تقريب كريمة كريمة هنا نضيف ملعقة صغيرة من الفانيلا ونعاود نحرك جيدا كما نعرف تقول كل ما نزيد مكون نعاود نحركه حتى تتمازج كل المكونات مع بعض ثم نجيب صفية ونضيف كاس اللوت الفارينة ونضيف نصف ملعقة صغيرة من خمير الحلويات ونغرب الكاس اللوت ثم نضيف كاس أخر ونضعه تدريجيا أنا دائما نعمل عسابي نحب نضيف فارينة مع الآخر تدريجيا ضفت نصف كاس هنا كما راكم ترونه ونعاود نغرب جيدا ونحرك بسباطيلتنا نرى العجينة إذا كانت تزيد أو لا بطبيعة الحال سنزيدها لأنها مزيد تريع ندخل هذه الفارينة الكامل مع المكونات ونضيف تقريب ربع كاس آخر ونحاول دائما نشوف دائما نخلط ونشوف نخلط ونشوف حتى نتحصل على عجينة تكون تريع تريع ومتمسكة نضيف كاس آخر كامل ونغرب له ونعاود نخلط كامل هنا العجينة تريع ومازل تحتاج الفارينة إذا سنجلب الفارينة ونعاود نغرب نضيف تقريب ملعقتين كامل ونحرك ونعاود نحرك بعد ذلك نذهب إلى ناحية ونعجن بيدي يعني يلم العجينة بيدي هنا قامت ضفط كامل وملعقتين يعني قسمت العجينة على اثنين ترى نضيف نضيف كامية الأول في التلاجة التي نضيفها في طبق ونغطيها بكيس وكامية الثانية أو القطعة الثانية نضيف لها ملعقة ونصف من الكاكاو الأسود أو البني يعني نضيف ونعاود نحركها جيدا ونخلط الكاكاو في العجينة حتى تكون بالشوكولات هذا وندخل هذا الكاكاو كامل كما ترون وندخل العجينتي للتلاجة مرة أخرى أول نحن نجيب العجينة الأول التي كنا دخلناها للتلاجة هذا ونعاود نكوّر الكوريات الصغار بوزن حوالي 3 أو 4 جرامات ونضيفها في طاوية العمل ترون هنا كيف هذا أنا أكمل كامل من الكوريات بعد ذلك نجيب العجينة الكاكاو نعاود ونكوّرهم أقضاء ونضيفهم في الغريبة يعني نكوّرهم أقضاء حتى تولي حلزونية كما ترون ونجيب سينيا نضيفها زيت أو ونضيفها ونضيفها الكعبات الحلوة في نصف سينيا نعاود نفس الطريقة نجيب كل لون منه ثلاثة ونضيفهم لبعض ونرفعهم في يدينا ونكوّرهم هكذا قلنا كما الغريبة هكذا عملية سهلة جدا جدا يعني هنا سبف لم يكن حلزونيين صح صح كانوا نقصين شوية ولكن الضوء ما شاء الله وحتى ذكرتهم اللي أعجبني ما شاء الله حتى حافيدي وسجد ولدي أعجبهم وكلهم منه وشربوا وحليبهم الله يبارك جاء روعة روعة فقط قلت أنا تمنيت أن يكونوا يعني تقريبا حلزونيين يعني حلزون مدورين شوية ولكن ما عليش مش مشكل مقبولين إن شاء الله يا ربي يكون هذا الفيديو عجبكم وما تنسوا دائما اللايك لأبوكم أبو ساجد وعامكم أبو ساجد يحتاج منكم حتى الفيديو هذا ينتشر في اليوتيوب والناس اللي دخلوا جد نقول لكم مرحبا بكم شرفتوني والناس اللي قدوم نقول لكم يعني راكم في العينين وفي القلب جالسين ربي يحفظكم ولداتي بنياتي ربي بارك لكم ويأخواتي ويعطيكم ربي متمنه ويسجيكم ويمنيكم ويبارك لكم في الأموال والأولاد ويزقكم بالدرية الصالحة إن شاء الله هذا بسكويت يعيره وواجد كما ترى هنا ما شاء الله ندخل الفرن على 180 درجة ونخرجه ونخليه برد كما ترى طبق تعيره وواجد بسم الله ما شاء الله إذا نحيبائي أقولكم أقولكم يعني لي يعجبه هذا الفيديو يقدر أنه يجرب هذه التجربة لأولاده وما يشتغلوش بسكويت إذا باع هذاك في العرب ببرة نخدموه في الضار يكون نظيف ما شاء الله وممكن أنتم تشكلوه خرمني الآن نقولكم حبيبي أخواني أخواتي بناتي أني أحبكم في الله وإن شاء الله يا ربي نتلقاه في فرصة أخرى ومع وصفة أخرى ونشكر كل القنوات اللي دعموني نشكر كل التتبعين ومشتركين اللي دعموني وقالوا لي كلام مليح في التعليقات هنا نجيبه يعني كعبامة بضانة نقسمها عن نصف أجداء يعني كان مقرمش ما شاء الله شوفوا الكاكاوب الشوكولة والعجينة البيضاء نخليكم الآن ونقولكم مع سلامة في فيديو آخر شاء الله تهدوا في رواحكم وما تنسوا نشف الدعاء سلام عليكم ورحمة الله وبركاته في وصف القادم ان شاء الله